من جديد لحضراتكم التحية مشاهدينا وبنكمل فقراتنا الحوارية النهاردة في الجمعة في مصر أسئلة كتيرة بيسألها الكثير من المواطنين خلال الأيام اللي فاتت بخصوص الإقرارات الضريبية الخاصة بالوحدات العقارية سواء هل هيكون هناك مد لموعد تقديم الإقرارات الضريبية أم لا؟ إيه هي الضوابط والشروط للمتقدمين؟ مين اللي ليهم حق الإعفاء؟ وإيه الغرامة اللي هتوقع لو ما حدش قدم إقراره الضريبي في الموعد المحدد؟ كل الأسئلة دي جابتها تكون مع الأستاذ أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية واللي هنحاول نعرف منه الحقيقة عدد كبير من المعلومات المتعلقة بالضريبة العقارية لأنها طبعا مصار جدل وفي ناس كتير مش فهمة إحنا يعني هيكون معنا أستاذ أشرف علشان نحاول نفهم منه التفاصيل خلوني أرحب بالأستاذ أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية برحب بحضرتك يا أستاذ أشرف أهلا بحضرتك يا فاند المشرف وحضرتك طيب وحضرتك طيب مش هرفني أستاذ أشرف أهلا بك خليني أسأل حضرتك بداية مين اللي بينطبق عليهم يعني الضريبة العقارية ومين اللي ما بينطبقش عليهم وين حقهم الإعفاء حضرتك أي عقار على قرب مصر بينطبق علي الضريبة العقارية لكن اللي بينطبق الإعفاء في حالة الإعفاء السكن الخاص في حدود الـ 2 مليون جنيه للسكن الخاص مع فيه يعني لغير 2 مليون جنيه السكن الخاص مع فيه حضيرك او عندك سكن تاني غير السكن الخاص من حسبك طريبة لوحده من حسبه وعليق كاملة طريبة كاملة انما السكن الخاص حتى لو تم 2 مليون جنيه هايك بتفعى 120 جنيه في السنة بس مش اكتر من كامل تحت الـ 2 مليون جنيه مع فيه اي سكن خاص تمام دي نقطة مهمة جدا لان كان فيه كتير بيسألوا عليها اذا اي سكن خاص قيمته السوقية تحت 2 مليون جنيه